يحبه الله ورسوله لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في فتح خيبر محدثا الجنود المسلمين فبات الناس يدكون أن يخضون ليلتهم أيهم يعطاها أتخيل المسلمين بعد هذه الكلمات أشعر كأنني معهم نعم أنا هناك أتخفى عن أعين الناس وأراقبهم جيدا ما أثر تلك الكلمات عليهم؟ ماذا يفعلون؟ أرى أحدهم قام ليلا للصلاة وقلبه يحتضن الأرض وترتبط روحه بعنان السماء تمتزج أدموعه بحبات الرمال من تحته فتنبت خشوعا وقربا يردد لعل كلماته تصعد على ذلك الرباط الخفي يا رب اجعلني هذا الرجل يا رب يا رب وأرى آخر لا يتوقف لسانه عن الاستغفار يحاول بكل ما أوتي من حياة أن يحيا في القرب من الله يحاول أن يقترب أكثر وأكثر لعله يكون الرجل المنشود وأرى رجلين يتحدث كل منهم ويتساءل تعتقد من سينالها يا أخي ألسنا كلنا يحبنا الله ألسنا كلنا يحبنا الله ألم يقل عز وجل يحبهم ويحبونه ويحبنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فنحن أصحابه وتابعيه الحب درجات يا أخي وسينالها الأكثر حبا وقربا الكل يهمهم بدعاء واستغفار وإلحاح على الله الكل مترقب يرجو ذلك الإقرار بالحب والقرب الكل يحب الله ورسوله ويرجون حبهم الكل مؤمن بأنه إن أحبك الله ورسوله فقد بلغت سعادة وراحة الدارين وأن ذلك أعظم حب وكانت لعلي رضي الله عنه وأرضاه كان ذلك الرجل الذي يحبه الله ورسوله اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك الكريم واجمعنا بعلي وبكل الصحابة والصالحين رضوان الله عليهم في الفردوس الأعلى مقال بعنوان يحبه الله ورسوله كلمات أستاذ رحاب أحمد القاء محمد صابر